لماذا لم يكن لديك أفضل لتشريع؟ كيف تسرق؟ كيف تسرق؟ كيف تسرق؟ كيف تسرق؟ يا أخوان تخطف الدقيق على سوالة لا يسمحوا لي بل مخاش كابا بياب طعني في صندوق كابا بمانش عارة ديور هادو تكون عندك خمسة الاف عشر الاف أوروة إن فو تدخل تحت بالباب ديور هادو تشاو عليك ما تخرش تتصف فيها هادو كالدرام كاملي لا تفعل ذلك الغاية التي تتصف فيها هادو الغربة نحن تتصف فيها هادو لتعدي ونحن نتواجد في بلاد ديورنا ونأخذ بياروانا ونأخذ لي هنا ونريد تتحدثت اشخده ونريد تتحدثت أشخده هادو هنا ونقصد إذا ما أنت بغت تحيل عليك متاهد تزبل هذا بغت تبعد منه؟ وأنا أكراك مقادرش مقادرش صارحة يالله دائما نحاول نصور لكم الناس اللي وصل الأوروبا تحاولون استغلوا التواجدهم هنا وسأيczyركم إننا هematو الناس اللي جال الناس اللي جال على الأوروبا ومستغلو الكثيرو Large et الناس اللي هم جوال هنا وتبعوا طريق المخدرات وراحوا في الظلمات السريقة ذلك الشيء علينا دائما الفيديو يكون للتوعية والعبرة فأي واحد فيكم يشوف شي شاب أو لا شابة بغة هاجل أوروبا صيفت لي هذا الفيديو هذا وقال لي تفرج في الفيديو لنا فيه ناسا يحفي بالكثير من التوعية لكي تعرف رأسك من هالي سهالك الله وتجيل هنا تكون عارفين تمشي وعارفين وتدير باش ما تطيح في الغارة التي تحفي هذه الناس اللي تشوفهم في هذا الفيديو كما ديما كان بغيكم وشكرنا مزيف للتفاعل لكم لا تنسوا ناش باللايك وبرتجوا الفيديو مع أخوتكم ودعمونا وشكرا لكم وفورجة ممتعة وصل مياه صاحب أنا أحب العقرار لها وش أنت وش قلت لي وش وش قلت لي وش وش قلت لي كمه وش قلت لي خدم يا وليدي خدم بالأحلال خليني من العرام بالدير وصنعه وطلع لي الشياني كما هي يا ثلاثة محشوب طلع لي رأسي يتبهد النجر أنا ما ما تتبعتيش رأي دار هذا ولي خليك تبكيك ما تتبعتيش رأي يعني خلط لها يا حقا في الزاب يا وباب الزاب الزاب يا إيش حلا يسمعوا اللي يبال مخاش يا عباب يابطوني في صندوق يا عباب ما نش عارب إحنا يا ما قلت لك مضرب بربعة دقات هنا يا سعب بربعة دقات داخل الكومة هنا يتخطوا لها تصعب هذي بلازا تقولي يا عباب قوتيش على همدر تقم الخضرة في الشخطرات في الحبس سبنيون ضربوني عشرة وهنا هي ضربوني الرواسة ستة ها وكان معي هذك ها هذو قا هربوا طرد قولي يا عباب قوتيش وكيف حرقة حتى لا تسمعوا كلام والدي لا نحن هنا لن نرى لكم المصير لما يسمعوا كلام والديهم هنا في أوروبا هذه هي النتيجة هذه هي النتيجة إذا وصل حتى معك الأب والأم قال لك نصيحة نصيحة لأنه لا يدرسوا على الخاوي لأنه لديهم تجربة ولا يريدك الخير قد والديك فهذا النتيجة لذلك لا يسمعوا كلام والديهم وكيف تبعدك الطرق الضنقة على المصير هذا غير مثال تصور معي غير مثال بونجة هذا البلاستيك يغطي ملشة قصنا البونجة لا تستطيع تقصها هذه هي الحياة هذه هي الحياة فهذا كان يفضله ووصله لفكرة للشباب الذين يطلعون من الأوروبا والشباب الذين لديهم نية وعندهم غارض يطلعون يخدمون على رأسهم إذا أدرمك الأب وعطيك نصيحة لأم فأخذك لأنهم لا يخافوا عليك ويقولون لك غير ذلك ما سيصلح لك الذي يريد الترمال هو أن النوب الأول تساوي نصيحاته ومثال ومثال ينسى الناس ومثال كان يكون لديهم 5 ألف أورو ومثال كيفية الأول كان يقدم أن تقدم مصدق أو ومثال تقدم كيفية الأول ومثال تقدم ومثال تقدم تقدم 5 ألف 10 ألف وإن فتدخل تحت بالباب ديال هذه الهدو تشعو عليك وما تخرش تتصف فيها لذلك الدرام كاملين وهذا أو تاني ملي كتستعمله إلا كتفيق مع الصباح لنعزتي حتى هذا ما كيخليش كيطير الناس يا كيطير الناس أنا دبا منعش يومين ولا ثلاثين فهذا يطير عليك الناس الماكلة هي متابعة دب أنت باغي تحيل عليك مثلا تزبل هذا؟ باغي تبعد منه؟ وانا كرات ما خادرش ما خادرش صار أحد يوم وعش ما تفكر مثلا ترجع للمغرب؟ عشان أرجع أخوتي أنا مدوي 16 العام أرجع أو تاني من البلاد وواليدين أخوتي مازالين؟ ما عندي أخوتي هنا يوم في أوروبا وباقي الوالدين الحمد لله زي في اليوم لك؟ حمد مسيومي؟ 16 عام مسيومي؟ 16 عام مسيومي؟ سيب ووريقة ديها لك؟ لا ما عنديش ورقة اللي بغيت نقول اليوم اللي يفكر عنده سي صنعة وعيش في البلاد في المغرب بلا ما يفكر يجي الأوروبا راب نادم كيبقي يعاود ليه كلك تشوفوا هادوك بنادم اللي في البلاد جاي وطنوبير ويبقى يتبوزاق ويطباء كده وهادي يغري فيك وما كينتالعبا مني كتجي كتشوف الواقع ديك الساعة كتعرفش نوكي هادو اللي كيقول لعوتين باغين يجيوا لأوروبا قولي يوم الناس اللي كتنعز في الشارع تحط بانبا ديالك سبادرية يديوها لك لا خايد اقسم بالله على البارحة لتتطلق هادوك يديوه مع بعضهم عرب رومان صبليون كلش شوف عندك سبادرية يجيين كده يديوه صباح مع الصباح فيها هادوش ما كيش في البلاد في البلاد مكي يشوفوك ناس على برا كي يجيوا يتعاون مع هاك هنائي يشوفك ناس على برا حقارة أقار ايه كوانه سورية أنا بدأت الترفيه هذا الأخ الذي يهدر معنا الدبالين بغشبين وجهه تجد أن يهدر معك في حرقة فمتي يعني هو ما بغيه هذا الوضع الذي هو فيه فمتي ما بغيه هذا الوضع يعني هو كتمنى أنه يتحيد منك البلية ولكن أخوتي رأي الموشكي للنصيحة التي أريد أن نصحكم وأنه رأي لمشاء الواحد كما قال يقل لك إلا درب عاش مما وحدا ولا كمياء ولا دقاء ولا ما عاشدوك يسميوها فسافي مشا كتولين بليك فأنت أخذ العقليه أنني لم أتحيد فأنت أخوتي من كل قلبيك أتمنى أي أحد يريد أن يجد أن يكون هناك لا يجد أن أخذ مما ولكن تباعد من هذا الوضع هذا الشيء الذي يباعد من هذا الوضع أعيش بيخر كان الناس هنا يعيش بيخر وكان الناس هنا كما ترون لأن يجدون بشردون والله يحفوى الجميع أريد أن تكون الأقل هذا الناس الذي يرونك يستفيدوا لا يجدون بالخطة هناك مباشرة يبيعوا الكراك يبيعوا البيضاء يبيعوا يبقوا يبيعوا كل شيء هذه هي المشكلة الكبيرة كنت تدخل ب500 500 كنت تدخل أقسم بالله تدخل 0 500 أورو أقسم بالله تدخل بزير هل تريد أن تدخل بزير هذا 500 أورو منيوم منيوم 500 أورو خزان ألف ألفين 500 أورو هنا يقوم بخدمة 15 يوم أه لا تكسر يعني هو يقول لك أن يدخل لا يكامل لك دار في ساعة أو أربع ساعة يخرج 0 أورو سأريد أن أضع لكم ما هي الأخذ الأخذ في عدابه ما هي الأخذ الدروقة لا تجدون في منطقة عراقية أو في الديور لا تجدون فيها لا تجدون في الديور يعني الضيور مضلمين والضيور يعني لا تكون الكثير من الناس أسرح لكم ما هي المعنى الضيور بيثوس الضيور بيثوس تتبع فيها الدروقة وتتكيل فيها الدروقة وتتمرس في أمور غير الدروقة هذا بيثوس ما عندك مليون مليون كائنا 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 يدخلون في جيب وهم عشرات المليون يدوز خمسة يام ثم يخرج بزير الدروقة يعني لا يسرقون كائنا يعني شكرا تبعو 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 ما ذلك؟ ماذا ت newly làm؟ قل開، عندما هي realised Giving its the land من سаешь researched 500 euros 500 euros ، سنتظروا بأني وهنا، الأسفل تسمعهمة انا كنا… أ cops انا لا يوجد كوكراج ماهنا يكون عن هذا ؟ ؟ ؟ لكن الآن لازم نهدو الدرعة. نتقوم بكلمة أنهم يتغير الدرعة. يخبرنا شيئا. لا يجب أن يكون يتكلمة. يقول لهم مياق 200. وهذا أتركه. إن شاء الله يتكلمين. لم يكن يقول لك السرقة ذلك. دعنا لهم. فهمت؟ إصدقاء حتى يتطلق أمضاء. يكونوا يدوهم التليفون. يكونوا يتعبون. يكونوا يتعبون أمضاء كنز. يتعبون ب300. تصبحوا مقابلين و قمت بالسامن و أصبحوا عزيز أمان بالله و أخبروا ربي و قلت بالزير و أصبحوا مقابلين أمام أمام المغربة لقد كان أحد أحد أخوة لم أكن أفعل مباشرة فهنا أصبح أما أصبح مباشرة هم سابقين و أصبحوا في الورب و تصبحوا في الهدى تجول كل شيء مفتوح وتجول الضباب عن طريقاتي ولا يشي معه لا يوجد ماذا تكون الطريق وليس اللي جائنا للغربة أحنا هنا حتى نحن أفنز وكنتها لا توفرت لنا بسبب المعقول سنجي وراء على برواس ولم تتعلم هنا هنا ولم تقوم بحرم أحد الأول عمك سحبا من أنت تقول إن الطريق الدراج وقين الطريق المعقول الذي يخدم على رسوله يعني خين البلاد في الغربة لا يوجد فرص لهم يكون بأس يكشفهم والغاية ويقوم بإسطارك ويأتي من دماغك أشعر والقصائر كل شيء سكشف خراب يأتي لك وقتك يأتي لك صحصك يأتي لك فلوسك ومعانك هو أنت وتقدر تزيد تهود تكون انت في مرة أخرى ولن تتحفوض كل شيء يشاهدون وكل شيء على المعشرة تعشرتي مع بلد منقي ستكون منقي تعشرتي مع بلد منبلي ستكون ضروري لأنه نهار لنهار المعشرة ما هي النصيحة التي تنصح بها الشباب الذين يأتي من المغرب وعلى بالهم بأن أوروبا سيأتي هنا سيأتي لفلوسك تشتس سيأتي لفلوسك لا أعرف طريق الأخرى ما هي النصيحة التي تنصحها؟ ما الذي يمكن أن نصحه إنسان لا يزعى سيأتي لفلوسك كل شيء سهل لا يجب أن يدمر يدمر يقلب يدبر على خدمة يدبر على خدمة يدبر على خدمة يمكن أن نقول أنه كما قالوا في الانتوغاج ولو يأتي لأسود 10 ما يجب أن نقول أنه مزارة يجب أن يكون في هذا الطريق يجب أن تقوم به كما نقوله يراهم أفنسين يراهم خدامة يراهم خدامة يراهم أفرات البلاوات هذه هي التي تنفعت وهذه هي الطريق التي تتعلم نعم لا أصدق كما ترون الكرام هذا السيد الذي صورنا معه نحن ندخلوه معنا في الفيديو لماذا؟ لأنه لا يوجد غير المتشريدين لا يوجد غير المبليين لا يوجد غير هؤلاء الذين يسرقون لا يوجد غير هؤلاء الذين يدرون هذا السيد لديك نصيحة نصيحة ما هي؟ أنه يأتي في أوروبا هنا يجب أن يكون هناك أحد هدف يجب أن يعمل في راسي يجب أن نرجع في وجه يحمر البلاد يجب أن يكون هناك و يعملون في وجه يحمر يجب أن يكون مكرمين و يجب أن يرونهم في المغرب و يجب أن يكونون فيها أنا أريد أن أحرق الأوروبا فإن أعطيت صرف ولكن يجب أن يجب أن يرون أوروبا و يرونوا أصدقائهم و يروني أنا و أفعلهم و هل يروني أفعلهم أنه يروني أخير و أرينكم الأخوة في هذا الوقت ورينكم الناس الذين يعملون في الزنخاء ورينكم الناس الذين يتدرون ورينكم الناس الذين يجبون الفلوس وفي نفس الوقت هنا هاد الشبه هذا اللي هو دام ناقيب اللابس عليهم زيان ومسوه في راسه وليس هال الجامع لها ما كانت تشجعوش لهذا شي هذا وحنا ما كانت ندري جنبوش لإحماط البنادم وإنما كانوا ورينكم الغربة كيف هاش دايرة وشنوخ سكتدير لبقائش نسوه في راسه كنت تكون ناجح في حياتك